السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى شابتر جديد بعنوان أبلت سنرى ما معنى الأبلت وكيف يمكننا إنشاء أو كتابة أبلت إذن ما هي الأبلت The Applet is a small java program هي عبارة عن برنامج java صغير that can be placed on a web page and executed by the browser يمكن وضعه على صفحة web page وسيقع تنفيذ هذا البرنامج من قبل البروسر also to create dynamic web pages إذن عشان تصير الصفحات الصفحة على الانترنت تكون فيها dynamic تكون فيها animation يمكن أن نستعمل الأبلت من بين الباكيجز الهامل يمكن نستعملها عشان نكتب أبلت عن swing awt والclasses جي أبلت والأبلت المشكلة الوحيدة مع الأبلت أنه يمكن اعتبارها شي قديم وصار ماهو مستعمل كثير عشان نسوي web page لذلك حتجدونا العديد من البروسر اللي يسوي بلوك للأبلت يجب تسويت configuration عشان نستطيع تنفيذ الأبلت على البروسر إذن هنا مثال صغير كيف يمكن أن ننشأ أبلت نحتاج أولا أن نكتب البروغرام java الذي حقيقة تنفيذه على البروسر إذن سويت إمبورت لـ two packages java.applet وjava.awt قمت بإنشاء hello world applet عندي دالة paint التي حتقوم برسم إذن بين قوسين هنا البرامتر إذن gig graphics ثم هذه الأدية ستقوم بتباعة hello world one two three في مربع صغير ننفذ هذا البرنامج نسوي compilation لهذا البرنامج عشان نتحصل على file.class إذن هذا الفايل الكود مكتوب في file hello world.java نسوي compilation عشان يصير عندي file hello world applet dot class dot class ثم أكتب file ثاني يحتوي على الكود التالي إذن سيكون html file عنوان الصفحة ثم أحدد مكان الابلت إذن في نفس الفولدر سيكون عندي file dot html و hello world dot class هنا في file dot html حددت اسم الابلت اللي حقاستعملها اللي حيقع تنفيذها في الصفحة html hello world applet dot class ثم لو كل شي تمام حيقع اعتباعة if your browser was java enabled hello world message would appear here يعني لو كل شي تمام حيقع اعتباعة hello world المساج الموجود هنا يقع اعتباعته في الصفحة html